كابتن سيد مع الاهلي حصلت على 14 لقب في 6 سنوات الاهلي توج معك بثلاث بطولات افريقية هل الفترة دي كانت كفيلة لسيد معوض ان سيد يكون ضمن افضل اللاعبين اللي الجمهور الاهلي ما يقدرش ينساهم طبعا بحمد ربنا فترة من اهم الفترات وانا كنت محظوظ فيها جدا محظوظ بتواجدي جوه النادي الاهلي في الفترة دي الفترة دي من اهم فترات جوه النادي ان انت تتحقق بطولات كتير جدا في وقت قصية يعني انا لعبت 6 سنين جوه النادي 14 بطولة ده شيء مش سهل 3 بطولات افريقية و3 سوبر افريقي يعني منهم 6 على المستوى القري ده موضوع برضو حتى كمان البطولات المحلية الدور يقف فيها سنتين لو كان بيتلاعب مع السوبر محلي كانت البطولات هتزيد كمان عن كده فاعتقد لا اه طبعا يعني النادي الاهلي بيعمل بمعنى صح اسم لأي حد يلبس اتشارة الاحمر يعني انت وودك جوه النادي الاهلي بيعملك اسم بيعملك كيان لوحدك يعني مجرد ان انت بقيت لعيب في الاهلي ده موضوع تاني انت خدت كده يعني بمعنى صح يعني زي ما بيقولوا انت خدت الصق او الختم ان انت خلاص واحد بتدخل جوه قلوب جمهور من اول يوم لعيبك النادي الاهلي يعني دي ميزة كبيرة جمهور النادي الاهلي بيحب اللعيبة جد لحد ما يلاقي لعيب هو اللي بعد نفسه يعني هو هيحبك في بدايتك فانت كملت على الحب ده هتلاقي بيزيد كل يوم انت قللت منه بمستواك او بافعالك هتلاقيك طلعت برقلوب الجمهور ده فالحمد الله انا شايف ان الفترة كانت مهمة جدا بالنسبالي وحتى في تاريخ النادي وان انت تكون موجود مع مجموعة اللعيبة دي ده برضو من الحاجة اللي الواحد كان محظوظ فيها ان انت تبقى موجود في جيل كله لعيبة كويسة فاللعيبة دي بتسعب بعض كلهم شخصيات كويسة كلهم جوه الملعب شخصيات مهمة جدا برا الملعب تعامل بشكل كويس جدا فانا شايف ان لأ الفترة دي كانت مهمة في تاريخ النادي جدا بالتماعي في تاريخ الناديợن الانت تدريح النادي بخشيات مهمة في تاريخ النادي المحظوظ في النادي المحظوظ في النادي